بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شبيع أبلا تتذكرون نتذكر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان بقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نتذكره من ثلالة من ماء مهين ثم زواه ونفق فيه بالروح وجعل لكم التمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وفل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إلي المجرمون نافذوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وتمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداء ولكن حق القول مني لأهلأن جهنم من الجنة والمات أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم تعملون إنما يؤمن في آياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يتكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأجنى دون العذاب الأكبر لعلهم يربعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موت الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا مهدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أهمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يوصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدنهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنين إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا لتوقوا الماء إلى الأرض الزرد فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنكتهم أبلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق عنهم وانتظر إنهم منتظرون